موسيقى إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا في هذه الآية يخبرنا الله تعالى أن الإنسان المكلف مسؤول ومحاسب يوم القيامة عن أعضاء جسده عن جوارحه عن هذا القلب الذي هو من حيث الشكل صنوبري الشكل يشبه الصنوبر من حيث الظاهر من حيث الشكل وهذا القلب عليه مسؤوليات لأن الله قال إن السمع والبصر والفؤاد الفؤاد يعني القلب وبذكر هذه الأعضاء هذه الجوارح إشارة إلى بقية جوارح الإنسان أنه مسؤول عنها فالإنسان مسؤول عن يديه أيضا مسؤول عن لسانه مسؤول عن عينه عن أذنه عن رجله عن بطنه عن بدنه الإنسان مسؤول ومحاسب في الآخرة على هذا الجسد والأعضاء والجوارح ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تقل يعني لا تتكلم بما لا علم لك به لا تفتي بغير علم لا تتبع ما ليس لك به علم هذا أمر من الله فالعاقل يقول أنا أقف عند حد الشرع ما الذي أزن الله به نفعله ما الذي حرمه الله نبتعد عنه ما الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا به ما الذي نهان عنه الرسول صلى الله عليه وسلم العاقل الذكي الفطن هو الذي يلتزم حدود الشرع ليس برأيه وليس بالظن وليس بالتخمين وليس بالوهم وليس بالظنون وليس كما يقال في المسلسلات والتمثيليات والأفلام لا ليس هكذا يؤخذ الدين ليس كما فيما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي لا ليس فيما يسمى الجوغل والشاملة ليس هكذا يؤخذ الدين إنما يؤخذ من أهل العلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق وأعلم خلق الله وأزكى خلق الله وأطهر خلق الله وأحب الخلق إلى الله وكان له معلم وكان له معلم وهو جبريل عليه السلام فمن يداني الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقاربه في المنزلة والرتبة لا أحد من منا يداني الرسول لا أحد فإذا كان الرسول له معلم فمن أنت ومن أنا ومن فلان وعلان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له معلم قال الله تعالى علمه شديد القوى يعني جبريل علم محمدا عليهما السلام وفي جامع الترمذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام هو الذي كان يدارسه القرآن اسمعوا ماذا قال قال إن جبريل كان يدارسني القرآن كل عام مرة وإنه دارسني القرآن العام مرتين ماذا قال الرسول ولا أرى ذلك إلا لدنو أجلي يعني الرسول فهم من ذلك أن موته صلى الله عليه وسلم اقترب كما فهم من نزول قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح لما نزلت هذه السورة المباركة الصحابة استبشروا فرحوا لأن الفتح فتح مكة حصل ودخلت العرب في دين الله أفواجة بعدما كان يدخل في الإسلام الواحد الفرد الاثنان وما شابه لكن بعد فتح مكة صارت القبائل والعشائر والعرب تدخل في الإسلام أفواجا أفواجا الرسول لما نزلت هذه السورة المباركة بكى العباس واستبشر الصحابة فقال الرسول للعباس لعمه ما يبكيك يا عم قال قد نعيت إليك نفسك فقال له صلى الله عليه وسلم إنها لكما تقول إنها لكما تقول انظروا الرسول فهم لأن الإسلام انتشر فتح مكة حصل دخلت العرب والقبائل والأفواج التي أخبرت الآية عنها ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حصل تحقق فعرف الرسول فهم أن موته اقترب فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل كان يدارسه القرآن يعلمه القرآن يقرئه القرآن فإذن هذا دليل من القرآن ومن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له معلم كان له مدرس يدرسه القرآن اليوم بعض الجهال ماذا يقولون أنا لا أحتاج إلى مجلس العلم من جهلهم إذن ليس الدين يؤخذ من هؤلاء أو من تلك المواقع إنما كما قال الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ماذا قال اسمعوا في كتابه الفقيه والمتفقه قال إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء الكتاب معرض يصير فيه أغلاط مطبعية أو يحصل فيه تحريف متعمد من بعض الأعداء متعمد أو غير متعمد من النساخ واليوم اللي عم بيطبع الكمبيوتر مثلا في الماضي كان دور الكتابة والخط والنسخ اليوم معظم اللي بيألفوا مضا عم بيكتبوا بإيديهم صاروا بيطبعوا على الكمبيوتر لكن عند الطباعة وعند السرعة وعدم الانتباه بيطلع أخطاء كثيرة وهذا عم بيحصل وأحيانا إذا كان اللي عم بيطبع صابيع وعراض والزرار حد بعض بدل ما يكبس هذا الزر بيكبس على هذا الزر بدل هذا الحرف هذا الحرف وخذ بقى شو بيطلع بتجيب بترائب مرة واثنين وثلاثة بعد المراقبة بتصلح بترجع بتبعت للمراقبة بيرجع بيصلح على الطباعة بيرجع بيطلع غلط هذا وارد بيحصل فإذا كيف يؤخذ العلم من أهل العلم كيف يؤخذ العلم بالتلقي عن العلماء أو عن من أخذ عن العلماء السقاط العدول الذين لا يفتون بغير علم لا يفتون بآرائهم إذن في أمور ديننا لمن نرجع للعلماء السقاط تفقهوا تمكنوا تعلموا قبل فوات الأوان والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على النبي ترجمة نانسي قنقر